قالت السفارة المصرية في بوخارست أنه بناء على توجيهات القيالات السياسية وبالإشارة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بوخارست لتسهيل عودة المواطن العالقين في رومانيا وذلك بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية فقد تقرر إرسال الطائرة الثانية لإجلاء 175 مواطن مصري من رومانيا للعودة إلى أرض الوطن أضفت السفارة في هذا الإطار أنه من المقرر أن تصل الطائرة إلى بوخارست خلال اليومين القادمين وأنه سوف يتم الإعلان عن موعدها بالتحديد لاحقا ودعت السفارة المواطنين المصريين المتواجدين في رومانيا والراغبين في العودة إلى أرض الوطن على متن طائرة الإجلاء القادمة تحديد مندوبين عن كل مجموعة منهم بحيث تقوم كل مجموعة بتسليم جوازات سفارها للمندوب عنها ونشدت السفارة المصرية في بوخارست الطلاب الذين قاموا بحجز تذاكر السفر للعودة إلى أرض الوطن على نفقتهم الخاصة الإبقاء على حجوزاتهم وذلك لإتاحة الفرصة لغيرهم من من لم يستطيعوا تدبير نفقات العودة إلى أرض الوطن ترجمة نانسي قنقر